موسيقى فعلا أحبائي نستطيع أن نعرف يسوع المسيح عن طريق الشركة السير مع يسوع المسيح ثم نستطيع أن نعرف يسوع عن طريق الكتاب عندما يفتح عيوننا بالروح القدس وأذهاننا لنفهم الكتب نفهم مخطط الله من كلمة الله ثم شيء مهم عن طريق كسر الخبز فيه شيء خاص في هذا الموضوع في موضوع كسر الخبز بالنسبة لليهود تسترجع ذكرياته إلى الخبز المن في العهد القديم الذي كان يشبع الشعب إلى صلوات اليهود مبارك الله الذي يطعم الناس من خبز الأرض وطبعا المعجزات المسيح على بحير الطبرية لما كسر الخبز ولما كان معهم في العلية كسر الخبز ففيه معرفة خاصة عن طريق كسر الخبز يقول كتاب إن فتحت أعيونهما فالمسيح فعلا فتح عدة أمور في هذا الإصحاح في لوقة 24 إن فتح القبر وقام فتح العيون لكي يفهموا رسالة الخلاص فتح الأذهان لكي يشرح الكتب المقدسة ثم فتح السماء وصعد إلى السماء أمام التلميذ من منطقة عمواس بصلي إنه رب يفتح ذهنك وقلبك اليوم اشتركوا في القناة